كانت محطة عبور إلى المنافي يجتمع فيها ألاف المهجرين والمهاجرين من بلدانهم بحثاً عن حياة جديدة سواحل ليبيا التي شهدت عمليات هجرة جماعية على مدى السنوات الماضية يجتمع فيها يومياً عشرات اللاجئين من بلدان المغرب العربي والشرق الأوسط استعداداً للإبحار إلى أوروبا ومع اجتداد الصراع في ليبيا وخصوصاً في طرابلس تزداد المخاطر على المهاجرين بسبب غياب سفن الإغاثة وانتشار عمليات الخداع التي يقوم بها المهربون الأمم المتحدة تطلق تحذيراً بهذا الشأن وتعبر عن مخاوفها من تحول البحر المتوسط إلى بحر من الدم بسبب كثرة عدد الوفايات بين المهاجرين الذين يموتون بطرق مختلفة منها الغرق والقتل على يد عصابات مسلحة أو بنيران خفر السواحل المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في إيطاليا كارلو تسامي أكدت أن أعداد المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا بصورة غير مشروعة ارتفعت مراراً في الأوينة الأخيرة بسبب مواصلة الصراع العسكري في محيط العاصمة الليبية طرابلس فيما زاد منع سفن المنظمات الإغاثية غير الحكومية من العمل في البحر المتوسط وبحسب تقييمات منظمات إغاثية غادر 700 شخص سواحل ليبيا في الأيام القليلة الماضية واعترض حرس السواحل الليبي 5% منهم فقط فيما وصل نحو 40% منهم إلى مالطا وأحد 10% إلى إيطاليا ولا يزال الغموض يلف مصير الباقين وحسب إحصائيات المفوضية الأممية فقد وصل 1940 مهاجراً إلى إيطاليا عبر المتوسط قادمين من شمال أفريقيا منذ بداية العام الجاري ولقي نحو 350 آخرين حتفهم أثناء الرحلة الخطيرة ورغم هذه المخاطر يستمر تدفق المهاجرين غير آبهين بمصيرهم المجهول الذين يجدونه أقل قساوة من البقاء في بلدان يموتون فيها كل يوم قهراً وجوعاً